ان النرجسي انواع عندي نوع بص النوع اللي هو المتكبر منفوش قد كده ومتكبر وشايف الكون كله زر وانا يعني محد ازاي ولا حد قدي ولا الارض تبني وهو اصلا يعني ولا عارف حاجة في حياته اللي بيبقى المتكبر قوي ده 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 صعب وواضح بيبقى واضح في كلامه وواضح في افعاله وواضح في فردود افعاله ومتكبر متكبر رهيب رهيب النقطة بتاعت المتكبر ده علاجه بايه اعرفه امتو ومخام ولو في خطوبة ماكملش انا بقولك اهو خلينا في بداية لو في خطوبة ماكملش طيب ولو في زواج تجاهوا بيقولنا النقاط الستة رجعوا للحلقة تاني طيب النوع التاني من النرجسية واظن ان هو ده اللي منتشر منتشر جدا النرجسي الضعيف ايه ده في نرجسي ضعيف هو في نرجسي ايوة في نرجسي ضعيف وفي نرجسي بيبقى قصة قمة في الضعف ليه؟ مهزوز سقط بنفسه مهزوزة اه حاسس ان هو اه في حاجات نقصة عن اللي قدامه اه لقدام كلهم كويسين فانا عمل ايه؟ اقوم جاي داكك اقوم جاي مدي كلام سلبي اقوم جاي ناقد اقوم جاي لايم اقوم جاي عمل اي منظر علشان اصغر اللي قدامي وحاسسه ان انت صغير اوي فانا حس بالامان ما حسش ان انا في موقع تهديد وفي موقع تهديد لان انا نرجسي ضعيف لا دا يهد يهد في اللي قدامه ويفضل يفضل يهد فيها ويفضل يكلمها كلام كله سم وكله نقد وكله لوم وكله بهدلة وقزة لفزي وقزة جاس إبراهيم علشان يحس ان احنا مستوينين تي مش يعلمين انا ما اه طب دا ليه هو اصلا تربية خاطئة مورسات بيئية مورسات في العيلة هو تعرض لخزلان او رفض شديد جدا رفض شديد جدا من علاقات او رفض شديد من الصحاب او رفض شديد من الشغل كل الكلام دا الرفض دا هو تعرض له فحس بالنقصان والقلة فيجابه ازاي والمخ يدفع ازاي يوم جاي مقلل من اللي قدامه نقد اللي قدامه اي حد يكلامه غلط وانت عامل ومهاجمة هجوم 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 عشان يحسسه بقيمته الصغيرة دي الكلام ده نخلي بالنا منه النرجس الضعيف ممكن يتغير سواء المتكبر او الضعيف لو حس ان هو من جواه انك انت غلطان وانك فيك حاجة او لو احنا ورناه العائد الصح والعائد اللي هيعود النتيجة المرجوة الايجابية لو انت تغيرت هيعود عليك كذا وكذا ممكن مين بيقول لي طب لو الست لو الست هي اللي نرجسية وفيها النوع النرجس الضعيف لازم يحصل معها حوار نفسي لازم الحوار الداخلي النفسي ده هو انت ليه مستصغرة نفسك هو انت ليه مستقلية نفسك هو انت ليه كذا فتقومي جهج من اللي قدامك وتقومي مسغرة من اللي قدامك ومسفها اللي قدامك ونقض فيها ودايما سلبيت عشان تحسس نفسك انك انت حد زاقيمة وانت اصلا نظرتك لنفسك مهزوزة وسقطك بنفسك مهزوز فده مصح العلاج في الاتنين ان انا وريهم وينفع تغيره ممكن يتغيره لو هو من جوا عاوز كده ولو ورناه النتيجة المرجوة الايجابية اللي هيعود عليه من حاجة زي كده وفي الاول وفي الاخر الدعاء نصحتي تاني لو هو اه اه خطيف في مرحلة خطوبة انت اهي او هي ما تكملوش ولو في مرحلة زواج التجاهل تمانه اولاد ممكن يكون له تاني ممكن بيحب اولاده حنون معاه ومش عارفة لكن معاك هو حاسس بالتهديد فبيعمل معاك بالممارسة الامور السلطوية ديت والتوصية والانا والايجو وعالي وكل جميع ده كمان بيئزي بالالفظ والكلمات ويحسسك بقلم نفسك ويشكيكك في نفسك انت ذات نفسك اه فالتجاهل هو الحل اه